بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله روسيا والفلسطينية المخلصين من الفلسطينية يعني مصلحتهم في اتجاه واحد وهو تحجيم اسرائيل وشل اسرائيل وعايز بس تديلك نفسي عن الحتة دي لان فيه ناس بترجع تسأل ازاي هقولك باختصار الفلسطينية عداءهم التاريخي مع الصهي لا معروف ومش عايز نشرح حاجة على الموضوع ده طيب روسيا ايه هي مشكلتها روسيا مشكلتها ان القصول بتاعها رايح جاي في البحر المتوسط عشان ينقل الدعم للقوات الموجودة في الشرق الليبي عشان ينقلوا الدعم للنيجر وعشان ينقلوا الدعم لبركينا فاسو ومالي والمنطقة الغرب الافريقية ولاحقا يابو الشباب ممكن يوصلوا الرأس الاخضر وممكن يهددوا المحيط الاطلانتي الجنوبي وممكن في المستخبل لو امريكا سكتت كل ده هيقصل انت شوف الحالة من سنتين كان شكلها ايه والحالة النهاردة شكلها ايه وانت تعرف الدنيا بتتغير ازاي وبعد كده ينتقلوا من المحيط الاطلانتي الجنوبي لامريكا الجنوبية وبعد كده يجوا بقى في حديقة منرو اللي كان بيتكلم عنها الرئيس الامريكي السابق منرو بيقول ان الدول الخلفية دي هي حديقة خلفية لامريكا ولا نسمح لأحد انه يدخل فيها ابدا وطبعا كان عنده نظرة استراتيجية كبيرة لان اللي يخش يلعب في الحتة دي تقدر يعمل هجوم بري على امريكا لاحقا طبعا مش مباشر يعني لازم يتفق مع عدة دول ويتخطى عدة دول ويجند عدة دول وبعد كده يعملوا هجوم بري على امريكا ممكن تحصل خاصة ان الدول دي يا ابو الشباب بتكره امريكا اكتر من انت بتكره امريكا يعني هم متضررين منهم اكتر او مش اكتر احنا العرب والمسلمين متضررين اكتر ناس تضررنا من الامريكان لكن دول متضررين بشكل كبير جدا كمان فاستعداؤهم على الامريكان مسألة سهلة فشوف الخط الامداد اللي انا بقولك عليه ده ما فيهش غير نقطة ضعف واحدة فقط حصريا وهي منطقة المنطقة من شرق المتوسط اللي هي اسرائيل يعني ممكن تسيطر عليها وممكن تعمل فيها هجوم عسكري رهيب جدا وتشاركها بعد كده الاساطيل بتاع ايطاليا وفرنسا يعني لو اتفقوا مع الامريكا المقرروا وممكن يتفقوا وبوتين عارف ان هم ممكن يتفقوا بل سوف يتفقوا مثل الزئاب المسعورة لان الاول كان بالهم خلافات انما الوقت الامن القوم بتاعهم كلهم مهدد وهقولك ازاي فركز معايا واوعاتنا مني الكل يتآمر علي لماذا الامن القومي الامريكي مهدد مهدد للكلام اللي أنا لسه أيلوه لك الوقتي ان روسيا بتوصل الوقتي للغرب الافريقي وده اضعف نقطة في خط الامداد هي الحتة بتاع شرق المتوسط وروسيا الوقتي مش هتسكت هتكمل بدعم صيني هتكمل وهتروع على الدول بتاع امريكا الجنوبية اللي أنا حكيت لك عليها وهتخش حديقة من رول خلفية زي ما أنا قلت لك وبعد كده الامريكان بقى لو فضلوا مستنين سنتين ثلاثة كمان يفاجأوا بان هناك هجوم عسكري بري عليهم ادعاء لك للامريكان بقى والطيران الحديث مش هينفعهم لان روسيا هتسلحهم تسليح حديث او قلب الاحرى الصين هي اللي هتسلحهم لكن اللي في الوجهة روسيا زي زمن كده كان في الوجهة هتلر لكن في الحقيقة كان وراه الغرب النهاردة في الوجهة بوتين لكن في الحقيقة وراه الصين وبتدعمه وبقوة وبشراسها فالامن الامريكي الامن القومي الامريكي مهدد على مستويين المستوى الحالي والمستوى البعيد المستوى البعيد اللي أنا شرحته لك دوت ان هم مش هينتظروا لما الكارسة دي تحصل وتحصل عليهم حرب برية هناك كارثة بمعنى الكلمة فبالتالي ان هم لازم الوقتي يتصرفوا لسه على المدى القريب التهديد بقى ان كلاب امريكا في المنطقة وعلى رأسهم السيسي اللي هو رايح له الانظار شديد اللاقة وارامل ترامب او ارامل امريكا لما اقولك ارامل امريكا تعرف ان هم الراقصات بتوع الفرح اللي هم بن زايد وبن سلمان والعالم دي تعرف دول انا اقصد ارامل امريكا لان امريكا الوقت تعتبر ماتت في المنطقة ودول ارامل لسه في العدة بتاعتهم ولسه مش عارفين هيتدوز ومين بعد كلا ان شاء الله رب ياخدهم ونخلص منهم فالخلاصة امريكا تفقد منطقة الشرق الاوسط كارثة كارثة يا جماعة انت عارف يعني واحد عربجي وصائع وحشاش وبلطجي ولس وابتزازي وبينهب وبيخطف وبيسرق وفجأة يبقى مش قادر يعمل كل الحاجات دي وفجأة يلاقي المنطقة اللي بيسرق فيها وكده اتحمت وفجأة يلاقي الكوارث دي حصلت على دماغه فيفقد الثروة ويفقد البترول ويفقد مخزون الزهب اللي بيعوضوا كل سنة وبينهب وبيفقد وانا قلت لك قبل كده الحاجات دي مش مشاكلها اقتصادية فقط ده الاقتصاد ده آلة من آلات الحرب يا شباب الاقتصاد ده لسه زيه زي البندقية وزيه زي الطيارة الاف خمسة ثلاثين بل هو اخطر منهم في الحقيقة هو الاقتصاد ما يقدرش يحمي نفسه الجيش بيحميه لكن الجيش ما يقدرش يشتغل بدون اقتصاد لان الاقتصاد هو البنزين بتاع الجيش بدون اقتصاد ما حدش يقدر يعمل طيارة ولا دبابة ولا يتمركز عسكريا ولا يعمل قواهات عسكرية ولا يرسل دعم ولا يعمل نطحة ولا يعمل حملة طائرات ولا يعمل اخمار صناعية ولا يصلف على جهاز المخابرات ما يقدرش يعمل حاجات دي كلها فلو كسروا الاقتصاد الامريكي امريكا هتنهار هو الاتحاد السوفيتي كان اقوى من امريكا في الحقيقة لكن هم ضربوه في الاقتصاد ونجحوا في ضرب الاقتصاد بتاعه وفي نفس الوقت عملاء جوه ما خدوش قرار الحرب او التهديد بحرب عالمية كان ممكن يحلوا المشكلة فاللي حصل انه هو انهار انهيار الاتحاد السوفيتي ده عايز قصة الوحدي فخليني منه الوقتي وخليني ارجع للموضوع ارجع للموضوع واقول ان امريكا الوقت على المستوى القريب كارسة وعلى المستوى البعيد كارسة اكبر منها بكثير وشرحتهم ومش عايز اعيد تاني عايز اخش بقى على الدول التانية لها زي ايطاليا مثلا وايطاليا دولة قوية جدا ممكن الروس يسلطوا عليها عشرين الف صنف من الناس وممكن يحربوها بنفسهم وممكن يسلطوا عليها الصرب باعتبار الرابط التاريخي اللي بين الروس والصرب وطبعا هيسلطوهم كمان على النمسا وبعدين هيتسلطوا على الالمان وبعدين هيتسلطوا على الفرنسيين هتقول لي ايه ده كله ايه ده كله ايه اللي انت بتقول عليه ده كله اقول لك بوتين عنده دعم لا محدود من الصين وعنده قدرات عسكرية خد بالك لما كلمك على بوتين بالطريقة دي اوعى تكون فاكر ان انا بحبه او ان انا بمدحه بوتين ده مجرم من المجرمين لكن عشان المسلمين ناموا ودخلوا فيه قمول الله عز وجل صلت على الظالمين من هو اظلم منهم لان انت ملكش قيمة نايم ما اشتغلتش اصرت ونمت واعدت تتفرج على اسمي دي فتحية كريوكا وهشيكني يا زكي النتيجة ان انت خرابت الدنيا وما بقتش صالح لان الله سبحانه وتعالى يرضع بك الاعداء فالله عز وجل في سنن في سنن التدافع ماذا فعل سبحانه وتعالى صلت على الظالم من هو اظلم منه عموما خليني ارجع للموضوع وقولك ان بوتين عنده دعم لا محدود من الصين انت لازم تحط في دماغك ان هو بوتين نفسه صنيعة صينية وهو يعني كلب صيد اطلقوه الصين على كل المنطقة ليت ومش يرحمهم على فكرة وعنده ثقر قديم وهو طبعا اكيد عارف التاريخ وعارفين الغربة غدروا بن يقوله التاني وغدروا بن يقوله الاول وغدروا للتحدي السوفيتي وهو حتى قال كلام مشابه لهذا الكلام وقال ان هم بيعيشوا على اللصوصية والخرف والابتزاز والخيانة فبوتين لن يرحم ايطاليا ولن يرحم فرنسا وبالذات فرنسا ده ديها تاريخ اسود ديل وحديها مع الروس مش عايز الشعب كتير ولن يرحم الالمان وتاريخهم معروف برضو باختصار شديد جدا هم لا يثقون في بوتين وقلت لك بيحاولوا يعملوا الجبهة اللي هي الجيش الاوروبي بحيث ان هم يطمئنوا ان بوتين ان خلص من اوكرانيا ما يهاجمهمش وحكيت لك القصة دي اعتقد على الاقل مرتين السنة دي ومش مستعد تتحكيها الوقتي عشان انا عايز اركز في موضوع الامن القومي الاوروبي فاوروبا عرفة ان امنها القومي مهدد بشدة من بوتين وامريكا عرفة ان امنها القومي مهدد على مرحلتين مرحلة الوقتي بيشاركوا فيها الاوروبيين ولاحقا مرحلة اسوأ منها فبالتالي كون ان هم يستشعروا هذا الخطر الكبير على الامن القومي ده هيدفعهم للاتحاد اما هيدفعهم للاتحاد ايه اللي هيحصل هينسوا مشاكلهم القديمة او هيأجلوها هما ما بينسوش حاجة وبعد كده هيفكروا ان هما يتخلصوا من الخطر الروسي اللي هو طالع هيبتلع العالم من وجهة نظرهم ودي حقيقة فعايزين يعملوا ايه عايزين اول حاجة يعملوها ان هما يقطعوا خط الامدال بتاع بوتين وما فيش فيه اي نقطة ضعف الا هي الساحل البحر المتوسط يعني المنطقة اللي بتمر قدام سوريا ودي مش ضعيفة لان الروس المتمركزين هناك ولان الامداد ممكن يوصل عن طريق ايران للعراق لسوريا في خط بري مضمون هيكون بطيء بس احسن مما فيش ومضمون اكتر ما يكون في البحر كمان يعني فيه مميزات وفيه عيوب فبالتالي هما عارفين انه مفيش مجال انه هما يهددوا الاسطول الروسي اللي رايح جاي في الشرق المتوسط من امام السواحل السورية لبنان نفس الشيء وانتوا عارفين ان حزب ايران اللبناني او المجووس الجدد عارفين هؤلاء المجووس الرافض هما جزمة في رجل ايران وعارفين ان ايران جزمة في رجل بوتين وبالتالي كمان مش هينفع التهديد من ايه من السواحل ايه من السواحل اللبنانية وطبعا الاتراك هم اللي مريحين بوتين خالص وبيقولولو احنا على المعاهدات الدولية بتاعتنا وما فيش حد هيقدر ان هو يهددك مننا من نحياة دي خالص وكمان بوتين يعني ما بيطمنش من الكلام لكن بوتين اللي بيطمنه ايه اللي بيطمنه ان الامن القومي التركي والامن القومي الروسي اللي اتنين مهددين من ايه من توسع الامريكان والغرب ومن جشع الامريكان والغرب فبوتين عارف مئة بالمئة ان الاتراك مش هيغضروا بيه مش لانهما مسلمين ومش لانهما تاريخهم مفيش غدر لكن هو عارف ان المصلحة البرجيماتية تقتدي انهما ما يغضروش زي ما امريكا واوروبا عارفين ان المصلحة البرجيماتية بينهم تقتدي انهما برضو محدش فيهم يغضر بالتاني يعني نفس المقياس ونفس الطريقة طيب الوقتي لما تيجي تدور على الحتة ليه تيجي مين اللي ممكن يهدد الطريق مفيش غير اسرائيل واحد يقول لي مصر والسيسي اقولك امريكا مستعدة تجازف باسرائيل بس مش مستعدة تجازف بالسيسي يعني السيسي اغلى عند امريكا من اسرائيل اقولك لا مش موضوع اغلى السيسي كلب مسعور اشد من اسرائيل ومسيطر على المنطقة ورامي المصلحين في السجون وبينفذ المخططات الامريكية باقل تكلفة ومش عايز الامريكان مش عايزين يفقدوا مصر ومعاها يفقدوا شاطئ البحر المطوسط ويفقدوا شاطئ البحر الاحمر ويفقدوا قناة السويس وبعدين الحاجات دي تتحول ان هي الوقت سلاح معهم تتحول ان هي سلاح عليهم فهم بالتالي بيقولك لا خلينا مع اسرائيل ده لو حصل هجوم يعني يعني انا اقولك لو حصل هجوم على الاسطول الروسي في شرق المتوسط الهجوم هيحصل من اسرائيل بدون شك مش هيحصل من مصر مش لانه هم بيحبوا مش لان الامريكان بيحبوا السيسي لا لان القيمة العسكرية لمصر اعلى الف مرة من القيمة العسكرية لاسرائيل اللي هي اصلا اسرائيل كانت محطوطة كده زرعة ولسه بتكبر والمفروض كانت ان هي المخطط بتاع الانجليز والامريكان من بعديهم ان هي هتتمدد وتمسك المناطق الحساسة كلها بتاع شرق المتوسط وتتمدد كمان على كل ساحل البحر المتوسط اللي هو كل منطقة الشمال الافريخي لحد ما يوصل الباب المندب ولسه هيكملوا ولو المخطط بتاعهم نجح كانوا مش هيكتفوا وعايزين يبتلعوا العالم دي طريقتهم ودي اصلا سياسة الممالك كلها المهمة يا ابو الشباب انه الوقت النقطة الضعف اللي هو العسكريون هيختروها هي ان اسرائيل باسلحتها الحديثة تقدر تضرب الاسطول الروسي اللي ماشي في شرق البحر المتوسط نقطة كمان عايز اقولك عليها ان امريكا ما تقدرش تودي اسلحة حديثة مصر تخاف انما لما تودي اسلحة حديثة لاسرائيل فهي مسألة منطقية لان اسرائيل وامريكا واجهين لنفس العملة لكن في مصر ممكن يحصل لعب لخيلي ومش دخيلي طبعا من الجيش انسى الحكاية دي بس اجلس المخابرات العالمية لو عرفت ان امريكا مردية اسلح حديث لمصر وكده تبدأ بقى ان هي تنخرب لمصر مثلا من عند السودان كده وتبدأ ان هي تعمل بقى شغلة هنا وهناك وتبدأ ان هي تعمل جماعات في الداخل وتبدأ ان هي تعمل يعني هيعمل شغلة كتير لكن في اه اللي يخلي امريكا تعمل حاجة زي كده وتعمل نقطة ضعف تخلي حد يعني يطمع في مصر بينما هي مسيطرة بانيابها الشرسة على مصر وغرس انيابها في الجسد المصري من زمان وقابلها كانت انياب الانجليز وقابلها كانت انياب الفرنسيين مفيش اي حاجة تخليهم ان هم يجسفوا خلاصة الفيديو من ساعة ما بدأنا لحد الوقت هو كلمتين ورد ضغطاهم اللي فاد ده كله شرحه عشان تفهم وتقتنع الوقت هم بقى كلمتين ورد ضغطاهم ازاي الكلام ده بوتين خايف على الاسطول بتاعه هو بيمر الشرق البحر المتوسط ويمقتنع ان ما حدش يقدر يضرب الاسطول هذا الا من اراضي الصهينة وده كلام سليم مئة بالمئة وبالتالي هو عايز يامن الاسطول بتاعه لان هم ممكن الامريكان يسيبوه يصرف ويعمل ويشيل ويحطوه ويعمل قوات في النجر وقوات في ليبيا وقوات في نيجيريا وقوات مش عارفينها قلتلكم نيجيريا على الطريق على فكرة نيجيريا فيها قلاقل وهطوع قريبا انا من حوالي شهرين وقلتلكم نيجيريا على الطريق فالخلاصة يا ابو الشباب ممكن الغرب يخلي بوتين يصرف المصاريف دي كلها وبعد ذلك يجوا فيه اخر ما هو خلاص بقى هيجني السمرة ويضربوه فبدل ما هم يضربوه من البداية ويكون صرف له مثلا عشرين مليار ولا تلاتين مليار لا يخلوهم يصرف خمسين سبعين مئة مليار وبعد كده يضربوه يكسروه يبقى هم استفادوا ان هم ضربوه ضربة جمدة وخسروه اموال جمدة في نفس الوقت طبعا بوتين بياخد النصائح من الصين وطبعا الصين تقرأ هذا الكلام بشكل جيد ودي محدش يختلف عليها وبالتالي هو الوقت عايز امن المنطقة دي طب يأمن المنطقة دي ازاي ما هو انت لما تلاقي فقران بتيجي تعمل انت ايه في البيت عندك بتجيب لها قط هو نفس الحكاية طيب بوتين يأمن ازاي مرور الاصطول بتاعه في شرق البحر المتوسط لازم يعمل دولة فلسطينية شاء الصهينة ام ابو وبعد ما يعمل دولة فلسطينية تكون الدولة دية بينها وبينه مصالح وبعد كده الدولة دية تتسلح بقوة وبالتالي لو فاض اصلا حتى للصهينة ان هم يعملوا عليها دولة اللي هيحصل ايه اللي هيحصل انه لو 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 دولة الصهينة فكرت ان هي تضرب الاصطول الروسي هتقوم عليها الدولة الفلسطينية اللي هيكون مسلحة بقى تسليح جامد في معركة ما اعتقدش هتاخد وقت طويل يعني ممكن ساعات قليلة لان الوقت انتوا تفرجوا الوقت غزة على ان هي ما عندهاش دفاع جوي وغزة على ان هي تحت الحصار وغزة على ان هي عندها مشاكل كتير في مسألة التقنية العسكرية الحديثة والامور دي وغزة يعني بادوات بدائية جدا وضربت الصهينة الضربة الرهيبة دي يعني هو الوقتي اللي غزة وصلت له نقلة نوعية انا من سنتين ونص تقريبا قلت لكم لما تكلمت على الغواصات اللي هي اللي هي الجزيرة او مراسل الجزيرة اتكلم عليها قال ان في غواصات فلسطينية وكذا ومش عارفة قلت لكم لو دي حصلت هتبقى الغواصات دي ايه هي دعم روسي وقلت لكم الموضوع ده سوف يؤدي الى طفرة عسكرية كبيرة جدا في القدرات بتاع المقاومة الفلسطينية الكلام ده قلت لكم من حوالي الثلاثين شهر مثلا سنتين ونص ممكن او كده داخل على الثلاث سنين الفيديو ده انا حطيته على المنتدى على فكرة وهحاول اسيب لكم الرابط بتاع المنتدى عشان خاطر انكم انتم تشوفوا الفيديو وتشوفوا الكلام اللي انا قلته من قبل لكن برغم الطفرة الكبيرة دي طبعا فيه فجوة كبيرة بينهم وبين التسليح بتاع الجيش الصهيوني لكن الجيش الصهيوني عنده بقى العيوب الاساسية اللي في كل جيوش الكفار لكن برغم الطفرة العسكرية الكبيرة المقاومة الفلسطينية وصلت لها الوقتي الا ان هي بدائية جدا بالنسبة لجيش الصهيوني اللي عنده F-35 وعنده سلاح نووي اعتقد ان امريكا يكون فككت النووي شالته من زمان ما اعتقدش ان هو هيكون موجود الوقتي والله اعلم امريكا مش هتجازف ومش هتسيب اسرار سلاح ومش هتسيب حاجات خطيرة عشان يجيب لك من الاخر فخلاصة النقطة ديت انه الوقتي المقاومة مهما وصلت الى تقنية في الوقت الحالي وصلت الى تقنية هي تعتبر ضعيفة يعني هي اد قدراتها القديمة ممكن مثلا خمس عشر مرات لكن جنب التقنية العسكرية اللي في الجيش الصهيوني بدل ما مثلا هي كت واحد في الالف بقت مثلا عشرة في الالف مثلا او كده بس لسه الفجوة كبيرة جدا طبعا لكن ان حصلت دولة فلسطينية يابو الابطال على حدود 67 زي قرارات مجلس الامن والقرارات المؤسسات الدولية لا يحصل ان تركيا هتسلحها بقوة زي مسلحة ليبيا ولا يحصل ان روسيا نفسها هتسلحها بقوة وبدون اي شك في الموضوع ده لان هي عايزة تضمنها وعايزة تركع الصهينة وعايزة تخلي الصهينة يصلوا الى قناعة انه هم لو عملوا اي مشكلة بالنسبة للاصطول الروسي فالنتيجة ان الضربة هتجيهم من جوة وانا زي ما قلتلكم يا جماعة الجيش الصهيني صح متفوق في المعدات عن المقاومة لكن عنده مشاكل مشاكل ما تتحلش ومشاكل اصلا في جيش الكفار من زمان جيش الكفار ما بتقتلش الا على القتال الاجباري يعني يجيبوا جنوده يحطوهم في امام المعركة ويقولهم ان هيرجع فيكم هنضربه بالنار فلازم تقاتل فالتاني بيحافظ على حياته فبيقولك قاتل اللي قدامي او اعمل ان انا بقاتل واستخبى واعمل مش عارفية وراوغ شوية لانه لو رجع هيبقى الموت محقق فدي الطريقة الجيش الكفار بيقتلوا بيها على مدار التاريخ بينما الفلسطينية مخبلين ومخبلين بقوة وبيخشوا لذلك انت لما تشوف الفيديوهات على النت تلاقي الصهينة بيفروا مثل الدجاج بيفروا امام المقاومة يعني تلاقي مثلا امور ما بيفكرش يقاتل المقاتل الصهيوني ما بيفكرش يقاتل هو بيفكر في انه هو يستخبى او بيفكر في انه هو يهرب وحتى لما بينجح في انه هو يستخبى ما بيفكرش انه هو يطلق النار لانه هو عارف انه هو لو اطلق النار معناها انه هو بيد اشارة انه هو موجود في الحتة ديه فبيخاف انه هو يموت واحد او كده ويترجع يرجع ترجع بقى عليه ان يران هو يبقى هو حتى لو موت مئة الف وقلوا له انت تموت قصادهم مش هيرضى لانهم ما عندوش عقيدة هو جاي على قانون العصابة مش اكتر من كده الخلاصة يا جماعة الوقتي الاسرائيل اعتقد في نهايتها لانه بعد الكلام اللي انا شرحته لك ده هتيجي الوقتي اسرائيل هتبقى دولة اسرائيل قائمة جنب دولة فلسطين وبالتالي على قانون لا يوجد شيء مقابل لشيء فامريكا هتدعم اسرائيل عشان ايه هي بتدعم اسرائيل الوقتي عشان عايزة تسيطر على المنطقة وعايزة تتوسع على المنطقة فقيام الدولة الفلسطينية سوف يطيح بهذه الاحلام كلها وبالتالي امريكا هتسأل نفسها السؤال المهم انا هدعم الصهينة عشان ايه هدعمهم عشان ايه هي ممكن تدعمهم مش هيقدروا يقدموا اي خدمات استراتيجية وبالتالي امريكا هي هتبقى خايفة من ان الخطوة اللي بعدها ان الصهينة ينتقلوا بولاهم لبوتين وبعد كده هتبقى الكارسة عشر كارسات فوق دماغ امريكا فانا اعتقد ان امريكا سوف تسعى الى تفكيك الصهينة والكلام ده مش اول مرة اقوله لك قلت لك الكلام ده على الاقل خالص يعني من الالفين وتمنتاشر لحد النهاردة قلت لك مش اقل اربع خمس فيديوهات قلت لك امريكا هتضطر تفكك اسرائيل باديها وعايزة تاخد المستوطنين دول عشان توديهم استراليا ونيوزيلاند والمناطق اللي نجدي وفيه جزر غير مأهولة في المحيط الهادي وعايزة تعمل تمركز عسكري هناك لان هي هتخاف بقى من هجوم مباغت في الصين من المنطقة التانية لان بعد ما منطقة الشرق الاوسط الوقتي روسيا والصين امنوا نفسهم فيها الصراع هينتقل الى المحيط الاطلنطي الجنوبي وهينتقل كمان الى النقطة اللي هي بتاع المحيط الهادي هناك يعني المسألة مش هتبقى سهلة والقادم على فكرة الله اعلم غالبا سوف تفكك اسرائيل لان لو امريكا ما فككتش اسرائيل روسيا هتاخدها واسرائيل هتغير الولاء وفيه اثنين مليون روسيا ولا مليون روسيا في اسرائيل وروسيا هتمسكهم البلد ككل وهيلعبوا اللعبة وهيبقى كلب الحراسة امريكا صنعته وربته ووكرته وشربته وانفقت عليه المليارات ييجي الروسيا غدوه كده على الجاهز الكلام ده طبعا لا امريكا هتقبلوه ولا الغرب هتقبلوه طبعا اكتفي خلوني اكتفي بهذا القدر يا شباب ولنا لقاء اخر ان شاء الله والسلام عليكم